الحمد لله الذي فرض صوم رمضان لجهاد النفس والشيطان ومكافحة الفسوق والعسيان وليتزود المؤمن بالهداء والنور والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله يتجلى على الصائمين بالروح والرحمة وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أيها المسلمون صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصيت والإمام يخطوب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له رواه البخاري ومسلم وصارت ظهرا لحديث أحمد ومن قال السه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله وبعد أيها الناس اتقوا الله وسارعوا إلى ما فيه رضاه واعلموا أن في القرآن موذعين جامعين لمعاني التقوى فعليكم بحفظهما والتقوى يا عباد الله هي أن تجعلوا أنفسكم دائما في وقاية من غضب الله وعقابه فتكونوا دائما عند أمره تعالى والنهيه فلا يراكم سبحانه حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أماكم وفي ذلك تفوزون بخيري الدنيا والآخرة ويقهر الله عدوكم ويمدكم سبحانه بالنصر ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كذلك فقد كذلك اتصاب في قرآن مقوى يا الله وعلى الله ويقهر الله نهاية تركز في القرآن لكو سابل ويقهر الله نهاية ساعة ويقهر الله في المصر في المصر في المصر يخير بنيه باك ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر